تمام دكتور ناجي يعني برضو يعني اليوم منسمع للأسف في الغرب يعني صارت زي حرب وصراع بين الريسس بين الأجناس يعني أنا فاهم منك أنه ما في شي اسمه ويت ريس بلاك ريس يعني أسود أو أبيض إحنا كلياتنا وان ريس يعني من جنس واحد لكن الألوان يمكن تختلف بس بالحقيقة إحنا الكيان هو واحد مثل ما ذكرت العظم والكروموزوم والعضلات كلها نفس العدد في كل إنسان بغض النظر من أستراليا أو جنوب أمريكا بالضبط كده أسيس نظار فما فيش حاجة اسمها ريس خالص كلنا جنس واحد فيه في درجات ألوان مختلفة لكن كلنا جنس واحد عشان كده الحرب إن العنصرية دي غير قائمة مش لازم تكون موجود ما فيش أساس علمي ليها وطبعا ما فيش أساس كتابي ليها شوف قد إيه العلم التشغيلي بيتفق مع كلمة الله الصادقة أنت عارف يا أسيس نظار لما أعلنوا في سنة 2000 أن كلنا جنس واحد بعد ما عملوا الخريطة الجينية بتاعت العالم كله دي أنا قلت لهم شكرا أنا عارف كده من تكوين أصح واحد كلمة الله الصادقة ممكن نعتمد عليها اعتماد كلي لأن الله منزه عن الكذب وهي كلمة الله الصادقة تتفق مع العلم العلم اللي نقدر نعمله في المعامل مش الافتراضي مش الجد التخيولي الأعظم الافتراضي العلم الصحيح ما عندناش لأدلة ما عندناش أدلة عليه هم حبوا عشان يمشوا فكرة أن الإنسان تطور من أشباه القرود أو من الجد التخيولي الأعظم لازم يتخيلوا جد نحن بقول لا الله خلق آدم وحوال وده فرق شاسع جدا